من ضمن الاسئلة انا عاوز اعرف اه لو سمحت ايه هم الكورسات المعتربة دولية ممكن ادرسها من الكلية زي انا في مجال المحاسبة ايه هم كورسات في مجال ادارة الاعمال اللي مش بحب المحاسبة ولا اعمل في مجال الادارة بازن الله ممكن يضمن له وظيفة محترمة بموناتها بحلو مع احترام لحضرتك دخلنا كل حاجة في بعض محاسبة حاجة ادارة الاعمال حاجة ده تحليل مالي وحاجات خاصة بالفاينانس والحاجات الخاصة بالمجالات المالية فكله دخل في كله فنصيحة من نسيبك من كل ده كله وبلاش ترهق نفسك بكورسات وحاجات انت مش هتستفاد منها وانا بس بركز على الماليك لحسن يدي اعمل فنصيحة مني ركز على حاجة انت حبيبها مجال انت معين انت عاوز تكمل فيه عندك تدريبات صيفية كتيرة بتتم في الصيف عندك حاجات كتيرة كل ده وضع ده في الاعتبار انا شخصيا كنت محاسبة ولما اتخرجت عملت او تحول الى مجالات الادارة الاعمال والحمد لله شغال فيها وخدت بعدها في الجامعة الامريكية واشتغلت وكملت حياتي فاهم حاجة حدد المجال وبعدين ارمع للكورسات وما تاخدش السيف ايه لانها غالية جدا ومش بتاعت حد يا جماعة في ادارة الاعمال دي مجال عام واسع مش بس هذا المجال وربنا وفقك وكتب لك كل خير بازن الله